السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة خاصة جديدة من فيلم جامد ومناقشة الحلقة الخامسة والقبلة الأخيرة من الموسم التامن ومن الأحداث الكاملة لمسلسل جيموف ترونز دي الحلقة القبل الأخيرة في مسلسل جيموف ترونز كله الرحلة الطويلة اللي قاعدنا معها سنين ونظريات ومناقشات وكل حاجة نتواعيزيننا في الدنيا وخناء وطبطبة وكل حاجة نتواعيزيننا في الدنيا دي الحلقة القبل الأخيرة بتاعتها والحلقة القبل الأخيرة داخل تقاليد جيموف ترونز حلقة مهمة جداً دي تقريباً زي الحلقة التاسعة بتاعت الموسم اللي فاتت اللي هي عادةً بتبقى أكتر حلقة صادمة أهم حلقة في الموسم كله لأن الحلقة اللي بتيجي بعدها دي اللي كاتبتأفل وبتمهد فالحلقة الجاية بتاعتنا برضو حتبقى حلقة ألتمة عظيمة جداً لان دي اللي بتأفل بس ومبتمهدش الحاجة على قد ما احنا عارفين يعني بس دي يا جماعة حلقة تقارن يعني لو تحطت كده في مصاف الحلقات دي تقارن بالريد ويدنج دي تقارن بباتلوف دا باستردز الحلقة التسعة التسعة عشان باستر نبقى حطين الدنيا في نصابها الصحيح الحلقة دي حلقة منقشة مرسلة بدون سكريبت في ملاحظات ماشية عليها ولكن مفيش كلام محدد انا مقرر ان انا حقوله من الاول ففيها فرص لبعض الارتباك لبعض اللي خبطها لبعض التهتها الحاجات زي كده ومع لش يعني وطبعا بتبقى حلقة طويلة اكتر من اللازم حلقة فيها حرية كاملة من الحرق وان شاء الله حييجي بعدها الليلة منقشة لايف على صفحتنا على فيسبوك هحط لكم لينك لياه في الدسكريبشن تحت عشان نتكلم في المناقشاتي دي الحلقة لايف ان شاء الله هعملها في حدود الصلاة 11 بالليل علشان الناس كلها تكون موجودة ونتكلم براحقنا الحلقة اللي فاتت اللي نقشناها برضو هنا على القناة انا قلت انها اقل حلقة في الموسم كله ليست اقل حلقة في تاريخ جيموف ترونز لان في ناس كتير وصلت لهذا الكونكلوجين او لهذا الاستخلاص وقلت انها بشكل عام مش وحشة يعني هي حلقة قليلة بس مش وحشة عارف انت لما يقولك هو اوحش حاجة في الموضوع ده ولكن ما هواش وحش حاجة كده زي شاكيري في موتش ليفر بول وبرشلونة هو اقل لعيب في ليفر بول بس في تقديري الشخصي مكنش لعيب وحش المرة دي مقدرش اقول نفس الحكم المرة دي لأ المرة دي الحلقة وحشة يعني انا في تقديري الشخصي حصنفها كحلقة وحشة خلاص هي عدت الخط الاحمر هي وصلت لمرحلة ان انا وانا قاعد بتفرج في حاجات كتير دايقتني مش دايقتني بس على صعيد الصدمة ولكن دايقتني على صعيد اني مش معجب باللي بيحصل في حاجات كتير حصلت في الحلقة تدفع للضحك ممكن تطلع بيها بنجدة ده إن لم يكن بتطلع فيها بدرجة إحباط كبيرة جدا لأنك كنت متوقع إن المسلسل بيعامل الشخصيات دول أو الخطوط دي بطريقة أفضل من كده وبطريقة أكثر اهتماما من كده ولكن هي وحشة لأي درجة وحشة لدرجة إن أنا أطلع أمسح بيها الأرض يعني وحشة لدرجة إن أنا أقول برضو إنها أوحش حلقة في المسلسل كله لا هي وحشة بس مش وحشة لدرجة الضمار الشامل هي فيها حاجات كتير كويسة برضو هي ما قتلتش تماما اهتمامي بإني أشوف الحلقة الأخيرة هي أهانت بعض الشخصيات ولكن كرمت بعض الشخصيات الأخرى وممكن تكون ضفط لهم أبعاد جديدة تستحق التأمل تستحق إحنا نفكر فيها قبل ما نقرر سريعا إن إحنا مش عاجبنا اللي إحنا شفنا إيه اللي مش عاجبني في الحلقة بشكل عام حكما كده قبل ما نخش نفصص في تفاصيلها زي ما اتفقنا عدم تكريم آآ رحلة بعض الشخصيات وإنها بشكل غير لائق في تأدير الشخصي مش غير لائق بأداءها ولا غير لائق بتوقعاتنا ليها ولكن غير لائق باللي أنت بنتهلها على مدار المواسم اللي فاتت كلها في بعض النتائج حاسس إن هي كانت مفصلة أكتر من اللازم أو مترتبة أكتر من اللازم ممكن تكون وصلت لدرجة الصدف في بعض الأحيان علشان تؤدي النتائج معينة تساعد الدنيا في إنها تتحرك في الاتجاه اللي المؤلفين عاوزين الدنيا تتحرك فيه نفس الموضوع ده واتكنت قلتوا قبل كده في الحلقة اللي فاتت على موضوع السكوربيون سهم لما استهدف التنين التاني ما استهدفتش دروجون لسبب فقط عشان بس نستمر وطبعا في الحلقة دي واضح تماما ليه كان لازم دروجون هو اللي يكمل يعني وبالمفاجأة إن طبعا حاجات كتير من اللي احنا عمليين نلوم الموسم عليها لها دعوة بالتصرع الحلقة دي كان فيها وقت ضايع كتير جدا فحاجة محسومة ووضح معالمها من بدر جدا يعني خلوه بقى نخش جوه التفاصيل عشان نقول النقط دي حصلت امتى وحصلت في انهي سيناريوهات بالزبط اولا الحلقة بتبتدي بفارس وهو بينفز قراره خلاص بينه شايف ان جون هو الاصلح والاحق وابتدى يحشد لذلك ويكتب رسائل ما اعتقدش ان هي اتبعتت على الاطلاق ولما جي جون رح اتكلم معاه ورح يتناقش معاه علشان يقنعه بان هو ده الاصح وجون رفض تماما الموضوع ده تيريان شاف عارف ان ده اتخيانة بلغ عنه في الاخر سلمه الدينارس الدينارس اللي كانت قريدي ابتدت تخش في حالة من حالات العزلة وحالة من حالات التوحد التفكيري خلاص هي مش مهتمة برؤية الحواليها من بعد موت مسانديو قررت تماما هي عايزة تعمل ايه بتقرر ان هي تعدم فارس خلونا نتوقف هنا في السيناريو ده بالتحديد وبعدين نرجع تاني نبص على بعض التفاصيل اللي فيه اللي ممكن تكون الحلقة حتعمين عن ان احنا نشوف انها فعلا كانت كويسة اولا الحلقة لما بترت بترت بفارس بيكتب الجوابات وجاتل واحدة من عصافيره اللي هو معينها عشان تتجسس له على الدينارس ووضح لها فكرة انها بتعمل حاجة محتاجة مخطرة كبيرة عشان تاخد بيها جايزة كبيرة وده بيفصر الاهداف بتاعت فارس وبيفسر في النهاية انه لما مات انه احد الشخصيات المهمة جدا لما مات عن طريق الاعدام مات وهو بيعمل الحاجة الصح مات وهو بياخد مخطرة كبيرة عشان يوصل لجايزة كبيرة والجايزة الكبيرة دي ما كانتش ليه هو شخصيا دي كانت للعالم بتاع الاحداث للناس البسطاء والكلام ده كله وانا شايف ان ده في تكريم كبير لشخصية فارس حتى وان كان في عرف البعض طريقة انهاءه مش مناسبة قوي او ممكن تكون متسرعة شويتين وانا مش معترض على نقطة انها متسرعة ولكن برجع اوزنها تاني لما بحط لما بلعب الكرت اللي بلعبه من اول الموسم ده بان ده الموسم الاخير وانا فاهم ان فيه شخصيات هتنتهي بطريقة ممكن يكون فيها بعض التصرع بعض السرعة عشان نخلص ده بيديني بعض التفاهم ولكن مش هيوصلني لدرجة الاعجاب يعني فنهاية خط فارس التأكيد على ان هو حتى وهو بيخون دينارس فهو شايف المصلحة العامة في مقدمة اولوياته ودي نقطة انا ممكن دلوقتي اطلع انسب للنفس الفضلي فيها ان انا قلت ان فارس حيخون دينارس وحنكتشف ده وحيموت اه بالاعدام وغالبا فيه تنين حيحرقوا وده اللي حصل بالفعل ولكن انا توقعت ان فارس حيطلع اخرين لصالح سيرسي مش لصالح جون فمش هاخد كريدت للموضوع ده هيقول ايه اخد نص نقطة عليها مش اكتر من كده يا بعد كده لما جون جيه اتكلم مع دينارس دينارس لمته على ان هو فتش السر الكوميدي بتاع الحلقة اللي فاتت اللي انا قريت نظريات كتير قوي حواليه وقراء كتير حواليه واللاسف انا لسه مقتنع ان هو كان شيء كوميدي شوية وممكن ينضم بناء على اللي شفناه في الحلقة دات لسلسلة الاحداث اللي متر اتبه اكتر من اللازم عشان تؤدي النتيجة واحدة محتومة جون لسه عايش في دور خالد زكي في مسلسل الشاهد والدموع انتي مالكتي ولكن ايه بقى مش عارف ولكن ايه مش عارف يعني لما جدت بوسه ولما جدت طب الافكشن والكلام دوت هو وقف لي عشان لا دا انتي عمتي دلوقتي يعني ما عادش صح التقاليد الشمالية وكده دا ما تقالش وارد يكون هو قضاءة اللي حصل ولكن رفضوا فور دم دينارس قوي والمشهد دا ما كانش مشروح بالشكل كامل ووضحت النقطة اللي احنا كنا برضو لحظناها وكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت انها ابتدت تحس بغربة كبيرة جدا لان في ناس تانية بتحكم بالحب والاحترام وهي بتحكم فقط وده حتى قبل ما هي تقوله بالمفتشر كده في الحلقة دي خلاص ححكم بالخوف وخلصنا طالما الحب دا مش جايب نتيجة معاكم ولو اني برضو شايف ان المشهد دا في صابلتين تلاتة مهويين كده ليه رفض جون يوصلك للقرار النهائي بتاعي انك هتحكمي بالخوف هتحكمي مين بالخوف هتحكمي الناس بالخوف هتحكمي جون بالخوف عشان غيرك نشتر بصراحة يعني برضو لو دا الحكم اللي في دماغها يعني فهو حكم غريب وعجيب جدا يعني المهم ان دا بيوصلنا برضو النقطة تانية انا كنت بدي المسلسل فيها بديله فضلي فيها وهي انه بنا خط درامي جديد جديد في الموسم دا وانا شايف انها كانت خطوة جريئة قوي بتاعة الخيارات الصعبة اللي قدام جون بتاعة نسبه والحاجات دي كلها الحقيقة انا كنت قاري دا غلط وبعترف بدا دلوقتي هو على ما يبدو المسلسل كان قاصد دينارس اكتر مش يحير جون اكتر انا كنت فاكر ان الكروت كلها هتقع في الاخر في عب جون انت بقى عاوز تعمل ايه جون طلع قراره سهل وبسيط وواضح وما فيهوش اي صراعات والرجل انتي ملكتي ملكتي وبتاع معرفش مين والشرف اولا يا ولادي المعرفش ايه والحاجات دي كلها لكن دينارس هي اللي كانت عملة تبتعد من خلال الصراع دا اكتر بان وجهة نظرها اللي مش بالضرورة خطأ من 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 منظور مصلحتها بتحتم عليها قرارات معينة حاولت تاخدها بالحب لقيت مفيش فايدة فابتدى دايب ولد جواها غل لغاية لما وصل لمرحلة الانفجار بعد كده نخش في السيناريو الطويل بقى اللي كمل معنا لغاية نهاية الحلقة مجازا نقول عليه حرب هو ابتدى حربه ولكن سريعا جدا تحول لمجزرة مين اللعيبة بتوعنا اللعيبة بتوعنا دينارس جون سيرجورا جري وورم وجري وورم مشحون يمكن نقد دينارس واكتر منها كمان على جانب اريا ودا هاوند جايين وعاوزين يوصلوا كينجز لاندين بنية مبيتة ان دا هاوند عاوز يموت دا ماونتن وان اريا عايزة تموت سيرسي جيمي بيوصل لغاية جيش دينارس بيمسكه في مشهد مش موجود معنا على الشاشة على اساس ان احنا ما كانش عندنا وقت يعني نجيب مشهد زي ده عشان نبيعه شوية وبعد كده اكتشفنا نعم عندنا وقت اطول من اللازم وبتاع تيرين بيترجى دينارس ان لو رنوا الجرس لو حصل انسحاب توقفي الهجوم وهي قلت له حاضر من عناية اوف كورس وخدته على قد عقل وكلام زي ده دول كده اللعيبة الاساسيين اعتقد واللعيبة للنحية التانية كلهم معروفين يورون في القسطول ده غير اسماعيل ياسين في القسطول اه اه دينارس في الريد كيب سوري سيرسي في الريد كيب معها كي بورن معها ده مونتن والمواويل اللي حضراتكم عارفين هدايات والحرب قبل ما تبتدي تيرين بياخد قرار وهو بياخده احنا كنا متصورين انه هو حلقة جديدة في سلسلة الهيافات اللي تيرين عمال يعملها مؤخرا واللي بتحد وتقلل جدا من عقليته اللي احنا كنا مستكبرينها في المواسم الاولانية ومقدرينها تقدير اكتر من اللازم بانه بيحرر جيمي عشان يروح ينقص سيرسي وياخدها ويهربه ويستسلمه علشان يحقن الدماء مرة اخرى مخاطرة كبيرة جدا من وجهة نظره يعني الحيثة جي فيها تناسق كويس او حتى تضاد كويس او تضارب كويس ما بين فارس وما بين تيرين الاثنين شخصيتين بيحترموا بعضه ولكن ليهم منظور مختلف للصالح العام فين وما حدش يوم عنده اطمع شخصية هما الاثنين بصين لنقطة للصالح العام فتيرين بيخاطر بنفسه عشان الصالح العام من منظوره مرة اخرى ولكن مش ده اللي قصدي اقوله انه هو بيعوط شوية من الاستهياف اللي احنا عدنا به نتري ان الوحيد اللي من الحلقة اللي فاتت اللي كان متأكد بنسبة مية في المية ان الحرب دي محسومة حتى احنا كمشاهدين واحنا بنتفرج ما اقتنعناش بوجهة نظره ديت ولكن المرة دي هو باعها كويس انا دفعت عن المدينة دي قبل كده انا عارف القوة اللي هنا شكلها عامل ازاي انا عارف القوة اللي هنا شكلها عامل ازاي وبقول ان الحرب دي محسومة ان الموضوع منتهي مش هيبقى في حربة اصلا القسطول ده حيتضمر الناس دي كلها حتموت الموال ده حيحصل غرضه الوحيد او امله الوحيد واللي برضو يطلع فقر في الحكم من عنده انه لو حصل استسلام حيجنب مجزرة وطبعا زي ما شفنا مش ده اللي حصل ولكن الحتة دي فيها مآخص كتير انا عم نفسي مش شايف ان هي بالسوق ده بالاضافة لانها زي ما بقول بتعوط شوية في رصيد تيرين عندنا الحرب بتبتدي بهجوم فضائي بهجوم جوي من دينارس على القسطول الحرب او الاتجاه المضاد بتاع او الاجراء المضاد السلاح المضاد بتاع الاسكوربيوم بالسهم ده كله ما جابش النتيجة هل انا عندي منع معداد الوقتي هل انا بعيب على داد الوقتي طب ليه ما عملناش كده من الاول المرتين اللي فاتوا الاتنين تنانين اللي ماتوا قبل كده ماتوا متغفلين فيه تساؤل كويس جدا هي ازاي كانت في السماء ومش شايفها الاسطول ماشي بس اللي كانت ضربة غير مز هي مكنتش مستعبية لها كل الضربات اللي تلقتها التنين بما فيهم ضربة براون بالسكوربيون فتا جربته الاولى اللي عورت ولكن ما قتلتوش كلها كان فيها تغفيلة ما كانتش شايفاها المرة دي وهي شايفاها ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا لكروكيتا يا جماعة بول رول مع الوان و مش مش شريها قوي بصراحة مش هد이� 한ؤمن يعني. الهو نزام طب ما كلكم تضربوا في مرة واحدة حعرف عادي ازاي. يعني لو كل الاسهم اللي هيعملين ضربوا واحد ولا التاني دول. كانوا ضربوا مرة واحدة مع بعض في هذا الهدف. الكروكيتة ما كانتش هتنفع ولا حتى الفايف ستار سكيل موف كانت هتنفع. ما فيش حاجة هتنفع. هتحتموت يعني. شوية بس ماشي. يعني لو المسلسل عنده دفاع في النقطة دي فاعتقد انه هو هيبقى آآ المرة المرات اللي قبل كده كانت تغفيلة. المرة دي ما كانش فيه مجال التغفيل. الجيشين اترسوا قدام بعض واحنا منتظرين ان يحصل هجوم ولكن اللي حصل الحقيقة هو هجوم من وراء يعني دا تبهدلت خالص وقت. كويس انهم ما اجابوش معهم افيال كانت بصراحة هتشوف ايام سهودة يعني. آآ المشهد ده عجبني. مشهد ان الهجوم جي من وراء فتح البوابة وبالفعل شتت دا والهجوم كان ما هواش هجوم ما هواش حرب. هو كان اكتساح. هو كان دخول سهل جدا جوه المدينة. لغاية لما حصل ان آآ طبعا دينارز بعد كده توجهت الاسكوربيونز اللي موجودة على الاسوار وبقى واضح ان الحرب في طريقها للخسارة ومع ذلك سرسي مصممة جدا على ان لأ دا هي بس محتاجة شوطة واحدة الجوم بيجي في ثانية هي حتموت والحرب تنتهي والكلام دا كله ومش سمعة النصائح اللي حواليها بتاعت ان الحرب دي منتهية وانت مفروض تكوني بتهرابي دلوقتي وبتسلمي والكلام دا كله وده بيوصلنا لقرار الجيش بتاعها لانسترز الاشاوس اللي هي كانت متحمية فيهم ان هما يرنوا الجرس من غير اذنها ويسلموا المدينة على امل ان دا ينهي الحرب ولكن حصلت المفاجأة والمفاجأة دي هي اهم حاجة في الحلقة كلها بالنسبة لنا لان ما تلاها بعد كده كلمتين تلاتة يعني هي دخلت دينارز بعد كده رغم انه حصل استسلام ولكن قتت على الاخضر واليابس وقتلت في الجنود والمدنيين على حد سواء بل وان الجيش بتاعها من الدوتراكي وان الانسالد والكلام دا كله ارتكب مجزرة تحت اعيون جري وورموا بموافقته ضد الستات والاطفال وكل حاجة انت عايزها في الدنيا وصولا بقى للي حصل بعد كده ما بين سرسي وجيمي ويورون واريا وحنتكلم فيه يعني بس المهم ان هما كلمتين يجملوا القضية كلها دلوقتي في القرار اللي ها لا انا مش راضية بالاستسلام انا مغلولة انا عايزة احكم عن طريق الخوف انا حخش ادمر وارتكب المجزرة البشعة الشنيعة اللي هي عملتها دي كلها وانا عاوز اتوقف عند القرار دا شوية لان شايف ان هو دوت اللي يستحق المناقشة وشايف ان هو فيه شوية امور كويسة وفيه عيوب قاتلة يعني مش بسيطة في رأيي لان ماشي خلاص دينارس مشحونة قررت ان هي عايزة تحكم من الخوف فقررت ان هي مش لأ انا فقدت الرحمة تماما انا بنتقم عمياني انا بقتل في الناس داية كلها وبتاعها طيب موقفك من المعاونين اللي معاكي اللي انت دلوقتي بتخنيهم بشكل مباشر او بتتحكي عليهم بشكل مباشر ايه بالزبط يعني لو احنا بنتكلم على ان التلاتة اللي لست عندهم شوية عقل هم تيريون وجون ودافوس موقفك منهم ايه بالزبط هل انت بتعملي كده على مهم متصورة ان بدا بيختبر ولائهم هل هم بعد اللي انت عملتي ده موافقين ولا مش موافقين ولو موافقين يبقى اشطى لو مش موافقين بقى نشوف عشان دي سزاجة يعني لو احنا عاديين متصورين انه دول ممكن يوافقوا على حضرتك عملتي او يطوعوكي او يقولوا ملكتي ويمشوا معاكي على الموضوع ده كله يبقى سزاجة جدا 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 تضاهي سزاجة سرسي في بعض قراراتها وتضاهي سزاجة جوفري تضاهي سزاجة اللي انت عاوزه بقى في الدنيا كلها في العالم بتاع الاحداث ده كله يعني طيب لو انت قررت انك بتنكلي بالكل وانت حتحكمي مع دايرتك المغلقة اللي معاتش فيها الجري وورم دلوقتي بس والانصالد يعني ما خلصتيش عالتانين ليه لما 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 جون بصف للجيش ورفض الموضوع ده ليه جري وورم ما قاتلوش في ساعتها ليه سبت تيرين عايش ليه سبت دافوس في الحياة دي كلها ما لو لو العملية عملية خيانة شاملة كاملة اشبه ما تكون بللي حصلت في الراد ويدنج يعني يبقى اقضي عن الناس دي كلها ليه سبتهم لان من الواقع من الواضح انا على فكرة ما شفتش البرومو بتاعة الحلقة اللي جاية فانا من واقع اللي شفت في الحلقة دي بس ان الحلقة الجاية سراحة كله على بعض وان الناس كويسين حيرفضوا اللي انت عملت بمنتهى البساطة وممكن يكون ردهم عنيف واعتقد على رأسهم اريا يعني بس اريا من البداية ما كانتش معاها علشان نقول ان هي ضمن الموضوع ده الحل الثالث الوحيد اللي انا ممكن اقبله انها اتهتلت خلاص هي الجننت هي وصلت لمرحلة المات كينج انتهينا بقت متعطشة للدم لا شايفة مصلحتها ولا شايفة اه ضرارها ولا فرق معها اللي حيعيش من اللي حيموت ولا فرق معها اللي حيحصل بعد كده اصلا متصورة انها بما ان في مخ من في برج من مخها طار ان الناس دي حتطوعني وخلاص فحتاخد خيانة كينج سلير وتنتهي على هذا الاساس ده دراميا الحل الوحيد اللي انا مستعد تقبله من شوية الاحتمالات ده هل في فرصة الاحتمالات اخرى وارد جدا المسلسل حتعمل مع ده زي الله اعلم ولكن يا شوب المشهد ده كله على بعضه التطويل اوي اكتر من اللازم عشان نوصل لحاجات محتومة من وجهة نظر السكة اللي انت ماشي فيها اه الاسهاب في العنف والدموية والقصوى الشديدة في معاقبة المدنيين باللي بيحاولوا يعيشوا اللي حاولوا يستخبوا ونمشي وراهم شويتين ونحاول نوجد بعض الابعاد لشخصياتهم زي الام اللي كانت معها طفلها اللي كانت شبه فندرسار دي اه اللي كانت معها بنتها واللي كلهم اتحرقوا في الاخر وكلهم ماتوا في الاخر ده ده من المفترض انه يعمل ايه المفترض ان هو يمنحنا احنا بعض الامل عشان نتشبث به يعني كمشاهدين احنا اصلا مش متشبتين بالشخصيات داية هي هي مجزرة هي مدحة وخلصنا خلاص يعني حسنا احنا قضينا وقت اطول من اللي لازم فيها حسنا تتلمي كلها بعدها في عشر دقايق بكل ابعادها عشان نوصل للقصوى الشديدة اللي حصلت داية ولكن في خضم هذا الهريء حصلت شوقات مواجهات مهمة جدا منها ده هوند واريا لما قال لها امشي وما تتحوليش لحد ما تعطش الانتقام زي واي اللي حتبقى زي وهي اقتنعت اي باي انا اشتريت زي الفولد صح? وانا كان عندي تعليق على الموضوع ده اصلا من الحلقة اللي فاتت ان اريا مش مفروض تكون مستبيهة على هذه الدرجة يعني بخصوصا كمان انها في اللحظة دي تأكدت من ان الحرب انتهت خلاص فما عادتش فرق مين اللي حيموتها بالزبط. بعد كده مواجهة فيها حتة تضحك شوية بصراحة. ولا نهاية ولا اي حاجة ارزع في الحيطة يا رايس زي اي حد عشوائي في الحلقات. وبعدين هم واقفوا قراروا ان في مواجهة ما بينهم وبين بعض. انا ما قدرتش متحكش على سرسي وهي نزلة من جنبهم على السلم. الهطب يا جماعة استأذنان. ولش والله بينادوني تحت والقلعة زي ما انتم شايفين. نشعة مطرة والبتاع فانتوا ايه مع نفسوكم بقى انا باي باي. وهي يعني ما فيش حل دراميا فيه بشوية تكريم للشخصية يفسر اللي حصل ساعتها ده. اللي هو نزم انا حستأذنكم بقى انتم اهروا مع بعض. مواجهة ده هوند ان ده مونتن ما عاشتش لقدر التراقب اللي كان فيها قوي. ولكن نهايتها منطقية شويتين ان شخصية ده هوند تنتهي نهاية تؤكد على انه ما خفش من دا الانتقام والحقد والكرهية اللي موجودة عنده. ولكن في النهاية حقق غرضه. غرضه ده كان القضاء على دا مونتن. دا مونتن ده كان عائق مهم جدا في حماية الملكة. ولكن نهاية دا مونتن. الملكة دي الكلمة اللي انا كنت بحاول اقولها لو ما كانتش وصلت يعني. الملكة. ولكن العائق ده تشال بانه انسحب. فده هوند لما قتلوا ما ضفش حاجة لابعاد الموازين القوى اصلا. فده لما كنت احب اشوفه احب اه دا هوند حيموت. حيموت وهو بيقتل دا مونتن. دا مونتن حيموت معاه. ولكن نهاية دا مونتن ديت فيها عنصر حاسم جدا. زي بالزبط لما ليانا مورمونت موتت الجاينت. عنصر حاسم جدا. ما هواش حاجة بسيطة يعني. فالمرة دي لأ المرة دي كان مجرد انتقام وكرهية متبادلة وكلام زي ده ولكن ما فيهوش اهانة كبيرة لللاين بتاع دا هوند. عندنا بعد كده الصراع الفوضوي العجيب اللي بتحكمه صدفة تامة. المبرزة اللي تمت ما بين جيمي ويورون. على اساسا يورون دا حد مهمة. يعني لغاية دلوقتي ما احناش بلعين اهميته اساسا. والمبرزة في منتهى الصدفة اللي في الدنيا. في اللحظة اللي جيمي كان فشل فيها يخش من الابواب ولف عشان يوصل من الحتة اللي معرفش ما لها على الشط دي. يورون كانت نطر من القسطول بتاعه لما التنين حرقوا. فطلع على الشط في نفس اللحظة فتحصل المبرزة اللي ما بينهم. ما كانتش باشعة في اغلب فصولها ولكن فيها شوية لحظات كتعجيبة شوية زي في الاخر بعد ما انت المفروض امنت لانك موت جيمي سبته يصحى في لغاية لما وصل للسيف وبعدين قتلك خيبانة شوية. اللاين الاخراني انا اللي قتلت جيمي لانستر مش وحشة ولو انه طلع في الاخر مش هو اللي قتل ولا حاجة. جيمي بيوصل لسرسي عشان نكتشف اكبر احباط في الحلقة على الاطلاق. وهو ان احنا من الحلقة اللي فاتت كنا عاملين نلتمس الاعذار لجيمي على انه اكيد رايح لغرض ما هواش في سطحية وهيافة ان هو لسه عاوز يبقى مع سرسي. وان هو عاوز لسه يسندها وعاوز يهربها وعاوز معرفش ايه والكلام ده كله. حتى بعد ما اتفق مع تيريان على انه رايح للغرض ده انا تصورت ان فيه عنصر خافي كده مش واخدين بالنا منه في نيته معاها بالتحديد. ولكن الراجل طلع فيه منتهى الفس اللي في الدنيا. طيب. لأ. لأ مش قابل ومش مبسوط ومحبط جدا 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 وشايف ان دي اكبر ايه هنا حصلت في الحلقة. وممكن تكون هي القشة التي نقلت الحلقة من مجرد كونها حلقة كويسة بس فيها عيوب كتير لكونها حلقة حلوة بس فيها بعض المزايا اللي ممكن نحب نتأمل فيها شويتين. جيمي في الاخر خلاص مع سرسي مع بتاعه مع معرفش مين. قريت قرأة كتير بتقول ان الناس صعبت عليها سرسي. انا ما صعبتش عليها سرسي. ومعرفش. يعني لونية المسلسل في الاخر انك تصعب عليك سرسي في اللحظة دي لمجرد انها عندها بيبي وكانت تتمنى انه هو يعيش. وانت كان عندك فرص بالهبل لتجنب ذلك بالاضافة لانك نفسك في الريد ويدنج حصل بالمبركتك مسبحة لبيبي في بطن امه. فلا تعاطف مفيش. انا ما عنديش تعاطف مع ده. لنا هدي مسلت المشهد بشكل كويس جدا. اه. انهيارها كان حلوة. اه. لحظتها مع جيمي كويسة. اه. صعبت عليها? لا. خلت الشخصية تصعب عليها? لا. وما اعتقدش ان كان ممكن حاجة تتعمل تخلي الشخصية تصعب عليها. لان الشخصية ملهاش معي زر التاريخ. ممكن اقعف عنده واقول انها عندها ميزان ما ما بين المصلحة وتغليب المصلحة والادانية وكل حاجة انت عايزها في الدنيا. مقابل شوية تعقل او شوية رحمة او شوية معرفش مين. لا عندها رحمة ولا عندها تعقل. وعندها انانية. وعندها رغبة في تحقيق اللي هي عايزها. والناس كلها عملا تقول بتعمل ده المصلحة ولادها. هي تسببت في موت ولادها اساسا. على الاقل واحد من ولادها يعني. والتسبب ده جي من ناحية اطمعها في ان هي عايزة تنقذ نفسها. او تنفذ لها شايفة صح. فلا انا ما عنديش زر التعاطف مع سيرسي بصراحة عايزة. وممكن اكون انا الاقلية برضو لو ده الواقع خلاص. زي الفل يعني. كتير قوي قوي قدناه في المسبحة وفي محاولات وهروب اريا معرفش المسلسل كان قصد يعمل ايه. ينقلنا ان اريا في خطر طبعا. يعني ممكن يكون كان بيفكر في ده. ما حدش فينا اشترف لثانية واحدة ان اريا ممكن تموت في الرو كام والمعرفش ايه والحاجات دايات كلها. جون بيصحب قواته علشان يماهد للمرحلة اللي جاية. زي ما بقول لكم كده انا شايف ان دي حاجة حاجة مترتبة اكتر من اللي لازم. عشان تماهد للمواجهة اللي في النهاية. لما نيجي نبص على الحلقة دايات نقول انها الحلقة اللي شهدت نهاية سيرسي وجايمي وفارس. قيبر ندخل ليه على جنب. ده هاوند. ده ماونتن. ومعرفش مين تاني ممكن يكون وقع مني. ده لو يتحسب يعني. هل وانا بتفرج حسيت بالهول ده? هل انا حسيت بربع الاهتزاز اللي حسيت بيه للناس اللي في دارد ودينج اللي هما في مقاييس الشخصيات بوصولا للموسم الاخير اكيد اقل شوية من اللي خلصوا في الحلقة دي يعني. ففيه احباط فيه احباط كبير في تصرع يقبله تبطيء وتمادي في استعراض مشاهد متنفذة كويس جدا مش هنكر يعني. مشاهد التنين والضمار بتاع المدينة وقتل الابرياء وقتل المعرفش مين والمذبحة والضمار والركام وكل حاجة انت عايزها في الدنيا بتنفذة كويس جدا ولكن مجمل تأثرها النفسي والعصبي والعاطفي عليك كمشاهد او علي انا على الاقل لاني مقدرش اتكلم غير عن نفسي اقلب كتير من اللي ممكن كان يبقى مقبول ودلوقتي يبقى انا مترقبين مواجهات وقرارات كتير جدا في الحلقة الاخيرة جون مواجهته اللي جاي مع مين مع دينارس على طول مع جري وورم اريا مع دينارس ولا مع جري وورم اريا وجون ممكن يواجهه خلاف وتضرب في وجهات النظر تيريين موقفه ايه دينارس الجننت فعلا ولا هي عندها خطة هتتصرف ازاي في اللي جاي ده كل دي حاجات مخلاني عايز اتفرج عايز اعرف الدنيا هتخلص على ايه مدام وصلنا لغاية كده وما فقدتش ارتباطي تامبل شخصيات ومبسوط بان على الاقل الاند جيم زي ما بنقول الماتش الاخراني المباراة النهائية فيها شخصيات مهمة ليها وزن ما قدرش اقول ان احنا خلصنا من التقال بطريقة سيئة وده حصل نسبيا على الاقل ولكن لسه فيه كبار ولسه داخلين باحمال نفسية واحمال تفكير منطقي كبيرة جدا للي كان حيجرى يمكن تكون اهم اهم موت في الحلقة دا هو سيرسي ولكن لما تيجي تبص على الموسم كله نقدر نقول ان سيرسي كانت ضيفت شرف اللي احنا كنا متصورين ان هي لعب التالت الاهم في الحرب بتاع الشخصيات بتاعة الموسم الاخير هي في النهاية كانت ضيف شرف وعلى فكرة نهاية الارك بتاعها مش سيئة يعني انا قلت ان انا ما عنديش تعاطف معها ولكن رحلتها بنهايتها مش سيئة ابدا لاني اتكلمت كتير في الموسم اللي فاتت ان سيرسي تباني ان هي بتنتصر كتير قوي ولكن هي نقصة كتير قوي على مستوى الزكاء وخدت قرارات كتير جدا ما كانش فيها الحكمة الكافية علشان تلحق نفسها ووقعت نفسها في مقاذق كبيرة وتسببت في خسائر مهولة على مستوى المعسكر بتاعها او العيلة بتاعتها او الكلام ده كل في انها تموت في الاخر بسبب قرار اخر او حكم اخر فقير منها انا مش شايف ان ده سيئة انا شايف ان هو مخلص للارك بتاعها لكن الارك بتاع جيمي لا 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 محبط جدا 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 وصادن جدا بالنسبة لي ده اللي عندي واسف لو في حاجة مهمة ممكن اكون نسيتها او ما تكلمتش عنها يهمني جدا اعرف اراءكم عارف ان في ناس كتير متحيزة للمسلسل اكتر من اللازم وحيبرروا اي حاجة في الدنيا بتحصل فبراحة حضراتكم برضو ده شيء اه في مطلق الحرية اللي في الدنيا يعني ولكن انا احب او مهتمة اكتر بالقراءة المتوازنة شويتين ياريت تساهموا بيوم في الكومنس ما تنسوش اللايف بتاعنا الس 11 ان شاء الله عشان نتناقش في الكلام اللي قلته ده كله الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شهر ولايك الحلقة لو عجبتكم مشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيركم الحلقات اول باولو طبعوني على فيسبوك وتويتر وبيباهي اشتركوا في القناة